يلا جولة سريعة في الزراعة حول العالم امر الحصاد بيظهر السبت المقبل يوم 10 ستمبر وده الكلام اللي اكد عليه رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للفلك قال ان امر الحصادين او امر الحصاد بيصادف هذا اليوم مساء يوم السبت 10 ستمبر 2022 واوضح كمان ان امر الحصاد مصطلح في التقويم الزراعي لدى المزارعين سواء كان في امريكا او في امريكا الشمالية او في اوروبا وطبعا للامر بدرا عندما يكون مكتملا فبدرا في الموعد الخاص به فده بيبقى بالتالي من العلامات اللي بتدل على قرب موعد الحصاد مع الاعتدال الخريفي اللي بيصادف 21 ستمبر كل عام حيث يتزامن مع موسم الحصاد الرئيسي في النصف الشمالي من الارض وحيث تكون المحاصيل الزراعية قد اكتمل نتجها خلال الصيف وطبعا استغل الفلاحون في اوروبا وامريكا الشمالية قديما سطوع الامر في العمل ليلا تحت نور القمر حيث كانوا يتابعون جاني الثمار وحصاد الحبوب وغيرها من المحاصيل ساعات اطول خلال الليل قبل موسم الشتاء وطبعا موسم هطول الامطار وللسبب ده المزارعين اطلقوا عليه قمر الحصادين تحذير بقى من موجة عواصف جديدة هتضرب اليمن لا قدر الله حذرت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو من اعصير جديدة من المتوقع ان تضرب المناطق اللي غمرتها الفيضانات في اليمن كما اكدت الحكومة اليمنية ان نصف الاسر المتضررة من الفيضانات السابقة ما زالوا بدون اي مساعدات كما انهم طبعا بيفتقروا للمأوى قلوبنا مع اهالي اليمن وان شاء الله الازمة دي تعدي على خير والحقيقة انه التغيرات المناخية مؤثرة على كل دول العالم الخبر اللي جاي برضو عن حرائق في غابات الامازون منذ عدة ايام وده بالفعل انه في بتشهد اكبر غابة مطيرة على كوكب الارض حرائق مستعرة بتعادل في خلال اربعة ايام فقط اكثر من سلسية حرائق ستمبر 21 بمجمله بما انه طبعا ان الامازون اسوأ شهر من الشهور اللي بتحصل او اللي حصلت بالفعل فيها هذه المشاكل منذ 12 عام وفق ما رصدته الاقمار الصناعية ورصد المعهد الوطني لابحاث الفضاء اكثر من 12 الف حريق في منطقة الامازون في الفترة من واحد الى اربعة ستمبر اي اكثر طبعا بنسبة 70% من العدد المسجل في هذا الشهر باكمله في العام الماضي فطبعا دي نسبة كبيرة جدا ونتمنى السلامة لجميع سكان العالم